أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين هذه الآية أيها الإخوة التي نفتتح بها درسنا في هذه الليلة هي قوله تبارك وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هذه صيغة خبر ولكن المقصود منها الأمر بمقتضاها أن الله سبحانه وتعالى هو المعبود الذي لا رب سواه ولا إله غيره هو الخالق هو الرازق هو المدبر هو القادر على كل شيء وهذا الأمر يجب أن يوقنه كل إنسان مسلم وأن لا يلتفت إلى شيء من الشبهات أو الترهات في تأليه غير الله تبارك وتعالى الإله هو المعبود بحق وهو الله سبحانه وتعالى فالإله الذي يؤمن به عباد الله الصالحون هو الله لا إله إلا هو والتعريف بهذا الأمر والتنويه به ودعوة الخلق إليه تدور في القرآن كله من مبتدئه إلى نهايته ونتذكر ما جاء في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذه كلها صفات تعرفنا بربنا تبارك وتعالى وهناك آيات كثيرة مبثوثة في هذه السورة وفي غيرها وحتى في قصار السور في قوله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ برب الناس هذه كلها تعرف الخلق بربهم تبارك وتعالى وخالقهم ما فائدة هذه المعرفة ما فائدة هذه المعرفة وما فائدة معرفة صفات الله تبارك وتعالى بعد أن نعرف أنه الإله الحق أننا نلجأ إليه وأننا نستكين إليه وأننا نخاف من عذابه ونرجو ثوابه لأن من يعبد من لا يعرف لا تصح منه عبادة ولا يستقيم له هدي لكن هذا الإله الحق الإله الواحد هو معبود عباد الله المؤمنين إلهكم إله واحد ليس له شريك لا شريك مع الله سبحانه وتعالى ولا ند ولا ظهير لأنه لو كان معه كذلك لو كان مع الله سبحانه وتعالى شريك في خلقه وفي حكمه لفسدت الحياة ما استقامت الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم لو كان فيهما يعني في السماوات والأرض لو كان فيهما إله إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش لماذا؟ لأنه إذا وجد أكثر من إله وجدت أكثر من إرادة هذا يريد شيئا وهذا يريد شيئا آخر فتصطدم حينئذ هذه الإرادات ويقع التصارع ويفسد الكون يفسد الكون بسبب هذا الصراع لكننا ونحن نرى هذا الكون على هذا النحو من الاستقامة والثبات والإبداع نعلم أنه لا يوجد إلا إله واحد لأنه لو كان معه شريك لم استقام هذا الكون على نسق واحد وإلهكم إله واحد يجب أن تؤمنوا بهذا الأمر وأن لا تشكوا فيه وأن لا تبحثوا عن إله غيره وقد سبق معنا أن الله سبحانه وتعالى أنزل في كتابه سؤالا لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فإذا كانوا يوقنون بهذه الحقيقة فكيف يؤمنون بغيره كيف يجعلون له ندا كيف يجعلون له شريكا هذا من سوء الفهم ومن الضلال ومن سوء التقدير لأنه لا يمكن أن يوجد إلا إله واحد إذا كانت الأمور مستقيمة والأمور مستقرة ثم بعد ذلك هذا الإله كما أنه خلقنا ورزقنا وكلفنا وأمرنا بطاعته وبعبادته هو أيضا عرفنا بكثير من صفاته جل وعلا ومنها الرحمن الرحيم وهذا يتكرر كثيرا هذه الصفات ذكر هذه الصفات يتكرر كثيرا لدعوة الخلق لرد الشاردين عن طريق الهدى إلى طريق الصواب قد يكون الإنسان مقصرا قد يكون ظالما قد يكون مفرطا قد يكون كافرا لكنه عندما يثوب إلى رشده ويستقيم على صراط الله المستقيم رحمة الله أوسع من كل شيء الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى يروى أنه لما نزلت هذه الآية وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ما أطاق الكفار والمشركون هذا المعنى قالوا كيف يسع إله واحد الناس جميعا إله واحد لا يمكن أن يقوم بشؤون الخلق جميعا هكذا في أفهامهم المعكوسة المنكوسة قالوا إله واحد لا يستطيع أن يقوم بشؤون الخلق جميعا يعني لا بد أن يوجد معه آلهة فجاءت الآية التي بعدها والتي تبين أن هذا الإله هو القادر على كل شيء وبالتالي فهو المستحق للعبادة وهو الذي لا إله معه ولا رب سواه وإلهكم إله واحد وأيضا يروى أنها لما نزلت قال المشركون نريد آية أنه لا يوجد إلا إله واحد فنزلت هذه الآية وهي قوله تبارك وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون هذه جملة جملة من الآيات التي إذا تدبر وتبصر فيها من أراد الحق فإنه لا بد أن يستكين لها ولا بد أن يؤمن بها وليست هذه كل آيات الله تبارك وتعالى هناك آيات كثيرة في الحياة وفي الموت وفي غيرها لكن هنا ذكر الله سبحانه وتعالى عددا من الآيات التي يوقن بها الناس وهي ألصق بحياتهم يشاهدونها ويعرفونها إن في خلق السماوات والأرض هذه آية السماء هذه بما فيها من العظم والإحكام والدقة والجمال هذه السماء كما قال الله تبارك وتعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون هذه السماء بما فيها من الكواكب والمجموعات الشمسية والمجرات وهذا يعني السماء هذه التي هي كالقبة فوقنا ولا نرى لها خلقها الله سبحانه وتعالى بغير عمد ترونها ما نرى لها شيئا يمسكها إلا قدرة الله تبارك وتعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولإن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد من يستطيع أن يفعل ذلك هذه السماء آية التأمل في السماء وما فيها وفي كل يوم خاصة في زمننا هذا تكتشف أشياء جديدة في المجرات في الكواكب في الفلك في هذه الحسابات الدقيقة والأمور العظيمة التي قد يصل الخلق إلى جزء يسير جدا جدا لا يكاد يعرف ولا يكاد يذكر مما في هذا الكون مما في السماء لكن نراها شيئا عظيما كلها هذه الأشياء مبنية على القوانين هذه التي تكتشف وهي موجودة في خلق الله وفي صنعه تبارك وتعالى في السماء والأرض الأرض هذه بما فيها من الجبال والبحار والغراس والتنوع هذا الجبال هذه كم فيها من الأنواع والأنوان ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك هذه آية عظيمة والأرض فرشناها فنعم الماهدون وجعل الله سبحانه وتعالى هذه الجبال أوتادا لها تمسكها حتى تستقر هذه آيات عظيمة لو تدبر فيها منصف العاقل لآمن وأيقن السماء والأرض قال واختلاف الليل والنهار هذه الفصول التي تمر بنا فصول الأربعة هذه الشتاء الشتاء والربيع والصيف والخريف وتتكرر العبرة في تكررها وفي اختلافها كل فصل من هذه الفصول له صفة معينة له مزايا تحدده ويعرفها الناس به لكنها لكنها لا تختلف يعرف الناس الشتاء متى يدخل ويعرف الناس الربيع متى يأتي وما هي علاماته يطيب الهواء وتنبت الأرض وتبدأ الثمار في التكون ثم يأتي الصيف وما فيه من الحرارة ونضج الثمار وكذا ثم يأتي الخريف وهكذا هذه فصول اختلاف الليل والنهار ونحن نرى أن الأيام والليالي يأخذ بعضها من بعض فيمر بنا في بعض الفصول وفي بعض الأوقات أن يطول الليل من أين يأتي طول الليل من ما ينتقس من النهار يأخذ من النهار ثم يأتي بعد ذلك مرحلة يتناقص هذا الذي أخذ من النهار حتى يعتدي إلى الليل والنهار ثم يبدأ بعد ذلك النهار يأخذ من الليل وهكذا هذا قد يكون مثارا للشك في المرة الأولى لكن أن يتكرر هذا على مدار الحياة الدنيا التي يعرفها الناس لا تختلف الصيف والشتاء والربيع والخريف وطول الليل وطول النهار والقصر هذا الذي فيه هذا كله أمر دليل على أن وراءه حكمة وأن وراءه قدرة لأنه لا يختلف لأنه لو يكن فيه إبداع ولم تكن فيه حكمة ولم تكن فيه قدرة لاختلف مرة يزيد ومرة لكنه هذا لا يختلف ولذلك نرى في حياتنا الحسابات حسابات الدقيقة هذه الآن متى تشرق الشمس ومتى تغرب ومتى يأتي الشتاء متى يأتي متى ينتهي الشتاء متى ينتصف إلى آخر ما هنا وكذلك في بقية الفصول هذه كلها حسابات دقيقة تدل على أن وراءها قدرة عظيمة لا يمكن أن توجد لغير الله تبارك وتعالى هذا الذي خلق وقدر على هذا النحو هو الحقيق بالعبادة هذه آية واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس الفلك السفن هذه على اختلافها القوارب الصغيرة والسواعي والسفن على اختلافها والبوارج الكبيرة كل هذه تجري على الماء مع أن من طبيعة الماء ماذا أن من يمشي عليه أو الثقل الذي يكون عليه أنه يغوص فيه لكن الله سبحانه وتعالى سخره سخر هذه المياه مياه البحار سخرها للانتقال فلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس كم يستفيد الناس من هذه البحار من الفلك الله سبحانه وتعالى ما أشار هنا إلى ما في داخل البحار في هذه الآية ما أشار لا إلى الأسماك والأطعم التي تؤكل منها ولا إلى الأصداف ولا إلى الأدوية التي تستخرج منها لا إنما أشار إلى مسألة واحدة ظاهرة لأن مسألة الأصداف ومسألة الأسماك هذه قد تغيب على كثير من الناس لكن هذه الفلك تجري أمام عيونهم والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس آية من آيات الله سبحانه وتعالى هذا القانون الذي يسميه علماء الفيزياء قانون الطفو يعني أن هذه الأجسام تطفو على سطح الماء ثم بعد ذلك تستطيع أن تتحرك من الذي أوجده والقصة تأتي يعني لتعريف الخلق بها منذ أن وجد نوح عليه السلام وأمره الله سبحانه وتعالى بصناعة السفينة السفينة نوح أمره الله أن يصنع هذه السفينة ليعرف بها الخلق أن هذه السفن يمكن أن تجري على الماء وأن من كان فيها لا يغوص في الماء ولا يتضرر الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس هذه آية من أعظم الآيات أن ترى هذه السفينة التي تحمل مئات الآلاف من الأطنان الأشياء السقيلة هذه ولا تغوص في البحر هذه آية من أعظم الآيات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو الشهيد كذلك وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة كيف تبدأ الحياة على سطح الأرض مزول المطر الناس يعرفون هذا الأمر يشاهدونه ولا يشكون في أن هذا الماء الذي يحصل به الإنبات أنه ينزل من السماء ينزل من المطر كيف يتكون وينزل تأتي السحب وتتكثف ثم يسقط هذا المطر على الأرض الأرض الجرز كما قال الله تبارك وتعالى قاحلة وإذا بها تتصدع وإذا بها تتشقق وإذا بالنبات والخضرة تحرج منها وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها أرض كانت قاحلة لا ترى فيها حياة بعد هذا ظهر النبات فيها واخضرت وأصبحت ملء السمع والبصر تحبها العين ويأنتأنس بها النفس ثم هذا الاخضرار هذا الاخضرار توجد معه حيوات أخرى كثيرة منها البهايم هذه التي ترعى ترعى ثم تتوالد وتتكاثر من أين من أنها تأكل مما أخرجه الله سبحانه وتعالى من الأرض بهذا المطر الذي نزل عليها ثم بعد ذلك هناك دواب وحشرات ومخلوقات أخرى تأتي بسبب هذا الإنبات الفراش والحشرات والذباب والزواحف والسباع وكل هذا هذه تأتي تأتي الأغنام والمواشي هذه تأكل وترعى وتتكاثر فيوجد معها الحيوانات هذه السباع وتوجد معها الطيور كل هذه الحياة هذه الحياة التي يراها الناس ويعلمون أنها ليست من صنع أحد إلا من الله هذه من أعظم الآيات أن يوقن بها من كان له قلب ومن كان يريد الهداية فأحيى به الأرض بعد موتها وهبث فيها من كل داب ثم تأتي آية أخرى وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض رياح آية آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى من يحرك الرياح هذه هذه الرياح التي تسوق المطر أو الرياح التي تفرقه وهذه الرياح التي تحمل اللقاح للأشجار والنباتات وهذه الرياح التي تأتي عذابا في بعض الأحيان والعياذ بالله كما عذب الله بها أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا هذه كلها بقدر الله يرونها ويعلمونها يعلمون كل هذه التفصيلات وهذه أمور لم تحدث مرة واحدة ثم تنتهي ولكنها أمور تتكرر أمام أعينهم الله سبحانه وتعالى قال لآيات لقوم يعقلون هذه الآيات هذه جملة ليست كل شيء من خلق الله ولا من بيان قدرته لكن هذه فيها غنية فيها مقنع لمن أراد الهداية أنه يهتدي وأنه يوقن وأنه يستسلم لهذا الإله وأنه يطيع لقوم يعقلون لماذا قال لقوم يعقلون لأن من ليس له عقل يهتدي به لا خير فيه حتى ولو كان حسن الهيئة حتى ولو كان مرفها في دنيا حتى ولو كان ممتعا حتى ولو كان متعلما لأن العبرة بالنتيجة إذا ما اهتدى إذا ما أفاد من هذه الآيات كلها فهو من غير العقلاء لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم هذا الذي لا يهتدي هو ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أظلوا سبيلا الأنعام هذه ما تلام لأن ما عندها عقول سلبث هذا العقل لذلك ما تكلف فلذلك الله سبحانه وتعالى شبههم بالأنعام بل قال إنهم أظل من الأنعام لماذا لأن الأنعام ليس لها عقول تهتدي بها لكن هؤلاء أعطاهم الله العقل فلم يفيدوا منه فلذلك هم أظل من الأنعام أبعد من أن يهتدوا لأنهم حجبوا عن الهداية بسوء أعمالهم وسوء تصرفاتهم ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى بعد أن ساق هذه الآيات البينات التي من تأمل فيها آمن بالله تبارك وتعالى واستسلم له هذه آيات عظيمة آيات عظيمة لا يمكن أن ينكرها منكر ولا يمكن أن يجحدها جاحد إلا مكابر أن يقول ينكر خلق السماوات والأرض أو وجودهما أو ينكر اختلاف الليل والنهار أو ينكر هذه الآيات وهذا يعني في عرف العقل ساقط ولا يعتد به لذلك الشاعر يقول فوى عجبا كيف يعصي الإله وكيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد في كل شيء في الأنفس وفي الثمرات وفي المخلوقات وفي ما حولنا آيات كلها تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد والأحد ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى جاء يبين مواقف بعض الناس بعد سوق هذه الآيات من يهتدي بها من يستفيد من هذه الآيات من أعمل عقله وتبصر وأبعد الكبرى والاستكبار والبغي والظلم وقصد الحق يهتدي إليه لكن من حاد عن الحق هؤلاء لا مطمع في هدايتهم لأنه لم يبق لهم دليل أو حج يحتجون بها في صرفهم عن الهداية هم الذين امتنعوا من الهداية قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله أنداد أشباه وأمثال يحبونهم كحب الله هؤلاء المشركون يتخذون هذه الأنداد الأصنام والمعبودات سواء سواء أكانت من الحجارة أو من الحيوانات أو من الإنس أو من الموتى والمقبورين يتخذونهم أندادا من دون الله هؤلاء بعضهم يقول إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفا هذه الأصنام هذه المخلوقات هذه الجمادات كيف يمكن أن تقرب إلى الله تبارك وتعالى والله سبحانه وتعالى قريب من خلقه سميع بصير رحيم قادر لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ما الحاجة إلى أن العبد يبحث عن ند لله تبارك وتعالى يستعين به على التقرب من الله تبارك وتعالى هذا من إضلال الشيطان ولذلك قوم موسى هؤلاء بنوا إسرائيل عندما أنعم الله عليهم بأن نجاهم من فرعون وقومه نجوا من فرعون ومن قومه وخرجوا سالمين وأغرق الله فرعون أمام أعينهم هو ومن معه أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قوم من المشركين ماذا قالوا ما قالوا نشكرك يا ربنا على أنك نجيتنا من فرعون القوم لا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله أعوذ بالله وبعد هذه الآيات كلها يبحثون عن إله اجعل لنا إلها كما لهم آله قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون هذا هذا أقوى هذا أقوى الأدلة على أن هذه الأنداد حتى ولو اتخذت صورا أخرى صور أن هذا ولي أنه قريب من الله أنه كذا لا يمكن أن يأتي في مقام الله تبارك وتعالى أحد ولو أن العبد أدخل على عمله أو أدخل في نفسه شيئا من ذلك لحبط عمله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاعبد الله مخلصا له الدين هذه هي القضية الأساس القضية الكبرى التي خلق الله الخلق لأجلها وأرسل الرسل وأنزل الكتب فهؤلاء بعض بعض من الخلق لهم أنداد يحبونهم كحب الله وهذا من بلاغة القرآن وجماله أيها الإخوة الله سبحانه وتعالى قال يحبونهم كحب الله يعني بمستوى محبة الله تبارك وتعالى كما يحبون الله يحبون هؤلاء الأنداد الأصنام والأضداد هؤلاء هؤلاء والعياذ بالله خرجوا من دين الله كفروا أشركوا ولذلك لا خلاق لهم ولا أمل في نجاتهم عند الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة إلا أن يتوبوا قبل أن يموتوا المحبة والبغض هاتان صفتان مركوزتان في نفوس الخلق وهما صفتان من صفات الله تبارك وتعالى صفة الحب وصفة البغض هذه من صفات الله تبارك وتعالى إن الله يحب لعباده وإن الله يبغض بعض الأعمال هذه كلها صفات وردت بها النصوص الشرعية فمحبة الله سبحانه وتعالى هي الواجب على كل إنسان مسلم وهي السبيل إلى استكمال الإيمان في الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان استكمل الإيمان يجب أن يكون الحب والبغض لله تبارك وتعالى يعني لما يحبه الله ولما يبرضه الله سبحانه وتعالى يبرضه ولما يحبه الله سبحانه وتعالى فالإنسان المسلم يحبه ثلاث من كنا فيه في الحديث الآخر وجد بهن حلاوة الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار هذا هذا دليل على أن المحبة لله سبحانه وتعالى تستلزم محبة من يحبه الله تبارك وتعالى من الأعمال من الأقوال من الأشخاص من الأشخاص ولذلك جاء في الأثر اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك هذا الحب الذي في هذا المستوى لا يجوز أن يكون إلا لله ويتفرع عنه محبة الصالحين محبة من يحبهم الله سبحانه وتعالى فرعا عن محبة الله تبارك وتعالى ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن المتحابون فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال المتحابون في ظل عرش يوم لا ظل إلا ظل في يوم القيامة وقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابي الذي قال يا رسول الله إني أحب فلانا إني أحب فلانا قال هل أخبرته أو هل علمته قال لا قال فأعلمه إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه وهذا يقول له إني أحبك في الله ويجيبه ويقول أحبك الله الذي أحببتني فيه أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله كيف لا يحبه إلا الله يحبه لعمله الصالح لاستقامته على أمر الله لبعده عن الفواحش يحبه لهذا المعنى لا يحبه لشخصه ولا لنسبه ولا لماله ولا لجاهه ولا لشيء من أمور الدنيا يحبه لله سبحانه وتعالى لهذا الأمر ولذلك هذه المسألة من أعظم المسائل التي تجمع قلوب المؤمنين الأخوة الإيمانية مبنية على المحبة في الله تبارك وتعالى لكن هؤلاء اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله وهذا هو يعني ما نقف عنده لبيان بلاغة القرآن وعظمته وأنه من عند الله تبارك وتعالى وأن الله سبحانه وتعالى لم يضيق على خلقه في عاداتهم وفي تصرفاتهم وفي عواطفهم كل واحد يحب ويبغط هذا أمر فطري يحب الإنسان أهله زوجه يحب ولده يحب أباه يحب أقاربه يحب أصدقائه يبغض من يعاديه يبغض من يخاله إلى آخر ما هنا هذه أمور مفطور عليها الناس لكن المهم أن لا يرقى هذا إلى مستوى محبة الله الحب الأعلى هو حب الله تبارك وتعالى ما فائدة هذا الأمر أن يرسخه الإنسان المسلم في نفسه أن يرسخ في نفسه حب الله تبارك وتعالى لأن هذا الحب هو الذي يقود إلى الاتباع والطاعة لو كنت تصدق في الوداد أطعته إن المحب لمن يحب مطيع هذا هو الذي يدعوه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وإلى الاستقامة على أمره وهذا جانب الرجاء من الإنسان المسلم يعيش بين الخوف والرجاء إذا نظر إلى وعيد الله وعقابه وصفات صفة جهنم وما فيها كذا اعتوره الخوف وإذا تأمل ونظر في وعد الله وكرمه وفضله وإحسانه قويت في نفسه مسألة الرجاء فيعيش بين الخوف والرجاء يدفعه الخوف إلى العمل ويدفعه الرجاء إلى عدم اليأس والقنوط يعيش بينهما وهذه هي الاستقامة هذه الاستقامة أن يعيش الإنسان في حال من التوازن بين هذين الأمرين بين الحب وبين الخوف والرجاء يحبونهم كحب الله والذين آمنوا هذه صفتهم ليس كهؤلاء أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب هؤلاء الذين نكسوا وصرفوا محبتهم لغير الله تبارك وتعالى سيرون في يوم القيامة إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب هو المستحق للمحبة هو المستحق للطاعة والعبادة ولا ينفعهم الندم في ذلك الوقت لا ينفعهم الندم لأنهم قد سلكوا سبيل الغواية قال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب في ذلك اليوم هؤلاء الأتباع الأتباع الذين يتبعون أندادا ظلوا بسببهم أو هم اتخذوهم من دون الله فظلوا بهذا العمل يتبرؤون منهم في يوم القيامة لا ينفعون هم بشيء إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب أمام أعينهم وتقطعت بهم الأسباب ليس لهم سبيل إلى النجاح وليس لهم قدرة على الخلوص من هذا الأمر الذي هم فيه فيحق عليهم العذاب في ذلك اليوم وهذا أمر هذا أمر حكاه الله سبحانه وتعالى علينا أن الأتباع يتبرؤون أن الأتباع يتبرؤون ممن اتبعوهم في يوم القيامة كذلك إبليس رأس الغواية والظلال هذا إبليس الله سبحانه وتعالى قال كمثل الشيطان إذ قال الإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالم يتبرأ في الدنيا ويتبرأ في الآخرة من هؤلاء الأتباع لكنه هو في الدنيا يقودهم إلى الضلال إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراءوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب هل جاء يوم القيامة الآن وجاء يوم الحساب والجزاء لا فالله سبحانه وتعالى يحكيه هنا بصفة الماضي تبرأ الذين اتبعوا دلال على تحقق وقوعه هذا الأمر كأنه حصل بالفعل يعني أمر متيقل حصول البراءة أن يتبرأ هؤلاء الأتباع ممن اتبعوه وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا يعني نجازيهم بمثل عملهم تبرأوا منا فهل لنا استطاع أن نتبرأ منهم كما تبرأوا منا لا يستطيعون كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار زيادة في حسرتهم أن هؤلاء الأتباع يتبرأون منهم ويتمنون أن يجدوا وسيلة للبراءة من هؤلاء الأتباع لكنهم لا يجدونها فتزداد حسرتهم تزداد حسرتهم والعياذ بالله وما هم بخارجين من النار مصيرهم إلى النار بسبب هذا هذا عندما يقصه الله تبارك وتعالى علينا في كتابه الكريم بصة تجريد المحبة لله وتجريم من جعل لله أندادا ومن صرف لغير الله شيئا من هذه المحبة وبراءة الأتباع ممن اتبعوهم في يوم القيامة هذا ليس لتسجية الفراغ ولا لتقطيع الوقت ولا للتسلية ولكن هذا لتنبيه الخلق أعظم تنبيه هذا إذا عرف الإنسان أن هذه هي النتيجة أنه في يوم القيامة لا يستطيع أن يستفيد شيئا من هؤلاء الذين اتبعوهم ويتبرؤون منه وهو لا يستطيع أن يعود إلى الدنيا فيصلح حاله ولا أن يصحح أمره مصيره إلى النار ماذا يحدث في أصحاب العقول هذا يحدث في أصحاب العقول أنهم يثبون إلى رشدهم وأنهم يستقيمون على أمرهم في هذه الحياة الدنيا قبل أن يفجأهم الموت وهذا من أعظم فوائد الإيمان باليوم الآخر أيها اليوم الآخر وما يجري فيه من الحساب والجزاء والجنة والنار هذه يعني أخبارها وتعرفها واليقين بها من أعظم الأمور لتصحيح مسيرة الإنسان في هذه الدنيا ظلم وعاقبته الكفر وعاقبته التقصير والإفراء التفريط والإساءة والمظالم هذه قد يستطيعها الإنسان في الدنيا لكن سيأتي عليه يوم يوم العدل حساب والجزاء عند الله تبارك وتعالى فلا يفلت من هذا فإذا عرف هذا انكف وابتعد عن هذه الأمور التي تكون سبيلاً لوباله ومؤاخذته في يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعاً ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأن يهدينا سواء السبيل وأن يجعلنا ممن يحبه حق محبته وأن لا يجعل للشيطان علينا سبيلاً في سائر الأحوال ولا عند الممات ولا بعده إنه على كل شيء قدير كما نسأله سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه وقدرته أن ينصر عباده المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يخذل الكفرة والملحدين وأعداء الملة والدين إنه على كل شيء قدير وصلى الله على نبينا محمد اشتركوا في القناة